اشتركوا في القناة وانوه لهم انه رأيت يعني عزفهم الجميل ورأيت العزفة الجميل ورأيت اصابعهم وريشتهم وطريقة هنا نبدأ يجب في طريقة الاداء والتعبير بالموسيقى هذا اللون يكون صعب جدا بسبب عملية التمرين يحتاج لك اولا تمرين ومن ثم يحتاج لك السماع الكثير الموسيقى ومن ثم تبرير ريشة واصابع انا سمعت من جميع اصدقائي اللي سمعوني عزفهم وعدهم اشكالية انه المعظم من عدهم يتحدث ويقول انه اصدقائي يقولون له انه بارد وليس بارد وانما يسمى عدنا في الموسيقى يسمى بدون احساس والاحساس يولد من كثر السماء وكثر العزف يعني مثلا رأعطيكم مثلا نلاحظ الآن العود هذا العود عندما نعزف اغنية عزف اي اغنية مثلا اغنية عزف اغنية هذه الطريقة تعتبر بدون تعبير يحتاج اولا التبرين هذا التبرين ريشة واصابع ثم من خلال التبرين والريشة ستكون لديك ريشة الآن راح اعزف نفس الطريقة موسيقى 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 لاحظوا الريشة هل تكون طريقتها؟ تبراً ببطء وتدريجياً يعني مش يعني مثلاً سرعة أول ما تبدأ يجب أن تبدأ بطيء يعني مثل السلم الموسيقي سيكون لديك تقريباً سرعة فتصبح عندك إلى أن تصل يعني وراء فترة من الزمان موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة